النهاردة مباراة كبيرة من بيرامدز حقاقا للحق ومباراة كانت غير جيدة من نادي الزمالك تبقى من الظروف اللي كانت في المباراة هدف تقدم مبكر وبعد كده عشر لعبين للبيرامدز ورغم كده الزمالك بعد التارد وبعد الهدف قدم مستوى غير متوقع تبعا دخول نفسي سيء من بيرامدز في الربع ساعة الاولى دخول فني سيء من الزمالك طول المباراة الزمالك بدأ المباراة بأربعة واحد أربعة واحد شكل فني الأدوات اللي عند فريريا مش قادرة تنفزه ومش المباراة الأولى اللي حاول يعمل ده بيرعب أربعة طلاتة طلعتها بتفرعتها في الحالة اللي جميلة بأربعة واحد أربعة واحد باشيكو مدرب جيد جدا كريم مش على الثلاثة أربعة مباراة اللي قدههم مع بيرامدز لأ باشيكو مدرب تكتيكين جيد حتى في فتراته مع نادي الزمالك يبقى أنه بيرامدز دايما كنا بنقول إيه يا كريم بنقول أنه بيرامدز عنده كواليتي جيدة جدا سكواد جيد جدا الطبيعي أن السكواد اللي موجود في بيرامدز ده يروح أبعد من كده بكتير ينافس بشكل أكثر قربا من البطولات يحقق شيء لبيرامدز تبقى للكواليتي بتاعت العابة اللي موجودة إيه دايما اللي بيفتقدوا فرقة بيرامدز كل الناس كانت بتكلم الإدارة الفنية لما أتكلم عن الإدارة الفنية البيرامدز دايما كافية مشكلة النهاردة أتكلم عن مدير فني بيلعب تقريبا من بداية المباراة مدد 11 يعني تقريبا داخل المباراة متأخر بهدف داخل المباراة وهو ناقص العيب فبيلعب 10 ضد 11 لما تيجي تبص على الشكل وخلينا نجيب بداية الهدف الأول بتاع الزمالك ونتكلم على الهدف بتاع الزمالك هكريم رجع تاني رجع عشان كده أنا بقولك وقف لي على اللونج بس وقف هنا ماشي كمل كمل وقت العدل بعدي بس وقف هنا وقف هنا بص كريم بص كريم وقف لي هنا ده اللي أنا بقولك علي دخول في بداية المباراة نفسياً سيء جداً من لعبي بيرامدز لا ارجع ارجعت اللي فاتت اهات اللي فاتت وقف على الهدف بتاع الزمالك الأول اه دخول سيء جداً دخول لعبي بيرامدز في البداية الناس ماخدتش بالعشان المباراة خرجت بالشكل ده. لكن الربع ساعة الأولى كانت سيئة جدا 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 ليه Pyramids. وفي المقابل كانت جيدة جدا للزمالك. كانت جيدة للزمالك. لأن دخول الزمالك نفسيا وهنا ليه بقول نفسيا. لأنه أداء Pyramids المباراة اللي فاتت جيد جدا. لكن أداء Pyramids في مبارااته أمام الزمالك. الزمالك كعبه عالي على Pyramids. صح. المعتاد إن حتى لما Pyramids بقدم مباراة ده الزمالك بيكس. صح. بيبقى صعب جدا على انه يفوز على الزمالك. وده حتى في تصريحات ما بعد المباراة ارجع هنا وقف له هنا بقى تاني. وقف له هنا تاني. بص بقى. لما نيجي نتكلم هنا على كام لعب من الزمالك. وقف هنا بس بس بس. بصكت. المصطرة. ودي واحدة من مميزات فريرة اللي لسه ما افتقدهاش. فريرة افتقد مميزات كتير جدا كانت موجودة الموسم اللي فاته هنتكلم عليها تفصيلية. لكن واحدة من المميزات اللي لسه افتقدهاش الكرات السابتة تحديدا مع حسام عبد المجيد اللي رغم الرقابة ورغم انه معروف دايما ان الكرة هتتلعب من زيزو على حسام عبد المجيد الى انه بيقدر ياخدها سواء سجل او مسجلش بيقدر ياخد المصطرة الخط بص كده يا جونال هتلاقي العب تلزمالك واقفين على خط واحد بحيث ان الكرة دايما زيزو بيعملها تلف يا كريم من بره من ناحية المرمى لبرا علشان خطر لو بعدت حتى من حسام العبية اللي بعدي اخدها لكن الاغرب بقى والدخول السيء من الوقفة نفسها حسام عبد المجيد طالع من وسط تلاتة كريم. في وسط تلاتة نجيب بقى الزاوية اللي قبل دي. ده بالمناسبة تلاتة منهم مين? علي جبر و احمد سامي. اللي هما الاتنين لكن لكن خليني اقول لك احمد سامي كان مشغول. لكن هنا لما بيجي نتكلم. حتى التغطية بتاع تحمد فتحي سيئة جدا. مش عارف هو ايه بيعمل ايه. مش 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 حاسس بالمكان. رغم خبرات احمد فتحي الكبيرة. اتنين الارتقاء بتاع علي جبر رغم خبرات علي جبر. وميزة علي جبر في الكرات الرأسية. تحديدا. سواء في الحالات الدفاعية او في الحالات الهجومية. لكن سيئة جدا جدا. الارتقاء سيء جدا. الرقابة منعدمة على حسام عبد المجيد. وبالتالي تم التسجيل. وبصراحة قدرات كبيرة لحسام عبد المجيد. طبعا. طبعا. وتوجيه الكرة بيعملها بامتياز. حسام عبد المجيد ده كريم واحد من ابرز المدافعين اللي ساعدين في الكرة المصرية. لكن يمكن عنده محتاج يعمل عملية ضبط وتطوير ويتطور في بعض النقاط الخاصة ببناء الهجمة. بالخروج بالكرة من الخط الخلفي. كرات الارضية. معدلات الترنات. لما زمالك بيلعب بربعة بيقى في شوية مشاكل في الاختراكات. وشرحناها في اكتر من حلقة سابقة. لكن خليني اقولك انه في النهاية الراجل في القرات في الاريلز او في القرات الهوائية ممتاز. سواء في الحالات الدفاعية او في الحالة الهجومية. لانه نمط. اتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة الكروس من زيزو والتسجيل من حسام عبد المجيد. نرجع تاني للمباراة كريم. ونرجع للشكل اللي بدأ بيه الزمالك. وانا عايز الحالتين بتوع عمر السيسي. لان دي الخطيئة المستمرة من فريرة والمصمم على تنفيذها. رغم انه اللعيبة والادوات اللي عنده مش هتقدر تقدي ده. بص انا كريم. هنا الزمالك دخل المباراة بالاربعة واحد اربعة واحد. في وجود يوسف اسامة نبيه. اوقف ما تمشيش دلوقتي. الاربعة واحد اربعة واحد يوسف اسامة نبيه في الجناح الايسر. زيزو في الجناح الايمن. سيف الجزيري هو راس الحربة. والاثنين اللي بيكملوا الرباع اللي تحت الفرود هو امام عشور وعمر السيسي. دي لاربعة تلاتة تلاتة. يعني اتنين اللعيبة بيلعبه مركز تماني. يبقى السؤال والناس تسألوا نفسها قبل ما نشرح. دلوقتي انا بلعب باربعة تلاتة تلاتة. او في الحالة او في حالة دفعية اربعة واحد اربعة واحد عشان نبقى بضغة باربعة تحت الفرود. هل البروفايل بتاع امام عشور هو هو البروفايل بتاع عمر السيسي. الناس تسأل نفسها الاول سؤال قبل ما نشرح اي حاجة. هل هل البروفايل بتاع عمر السيسي هو هو البروفايل بتاع إمام عشور؟ الإجابة قطعاً لأ الإجابة قطعاً لأ نادي طلاقة الجيش لما توهج مهند لاشين وعمر السيسي كان بيلعبه دابل بيفوت اثنين اللعيبة مركز ستة تحت مش مطلوب منهم يعملوا الكرييشن مش مطلوب منهم ان هم يبقى عندهم قدرات إبداعية مش مطلوب منهم ان هم يطلبوا الكورة في مناطق الحصول على الكورة بين الخطوط وياخدوها ويبتلوا يعملوا عملية التطوير فانا طالب من لعيب يؤدي دور مش بتاعه